الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله إخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى سناول في هذا البرنامج كالعادة شرح هذه الأحاديث التي رواها الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتابه الجامع الصحيح ونبين أهم معاني ومفردات هذه الأحاديث ثم بعد ذلك نبين أهم هذه الأحكام التي وردت في هذه الأحاديث سواء كانت هذه الأحكام فقهية أم في العقيدة أم في الصيرة أم في الفغ وغير ذلك من هذه الفوائد والفرعد ثم بعد ذلك نذكر أهم الفوائد التي جاءت في هذه الأحاديث أخواني الكرام أخوات الكلمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث مصولا في شرح كتاب الدماء والقصاص والدية من كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكنا قد وصلنا في حديث أبو هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا من قتل نفسه بحديدة المقصود بها هنا السكين التي تكون حادة أو يعني ما شابهها لأنها هي التي يطعن بها ويقتل بها ولفظ الحديدة يعني يكون أعم من السكين فتشمل آلات الانتحار والحداد وكل ما شأنه أن يقتل يتوجأ بها معناه يطعن يتوجأ بها يعني يطعن بهذه الحديدة أو بهذه السكين في نار جهنم جهنم هي اسم لنار الآخرة يوم القيامة والعياذ بالله سميت بذلك ببعد القعر يعني تكون بعيدة جدا جدا فيقال هذه بئر جهنم أي بعيد قعرها بسأل الله السلامة والعافية وقيل مشتق من الجهومة من الغلظ فسميت بذلك لغلظ أمرها يقال جهم الوجه أي غليظه ومن شرب سمًا يعني قيل سمًا وقيل سمًا يعني وقيل بالفتح أفصح يتعساه أي يشرب هذا السم والعياذ بالله الذي يعني يجعل إنسان يموت إما عاجلًا أم آجلًا والعياذ بالله ومن ترد من جبل أي أسقط نفسه من مكان عالي من جبل أو من عمارة أو من بيت كما يحدث الآن والعياذ بالله الناس تنتحر لأسباب من تافهة لأمور خلافات زوجية لديون كل ذلك لا يجوز ولا ينبغي كما سنبين بعد قليل فقتل نفسه هذا يدل على أنه متحمد أي من فعل ذلك وترد من جبل متعمدا فهذا معنى ذلك أنه يعني فعل هذا الأمر متعمدا والعياذ بالله أخواني الكرام أخوات الكريمات الإسلام جاء بحفظ النفس وهذا مقصد من مقاصد الشريع الإسلامية لحماية المجتمعات ولحماية البلاد والعباد وهو من مقاصد الكبيرة للشريعة الإسلامية لذلك قتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينهى عن قتل النفس ويبين إثم من يفعل هذا الأمر وهذه الكبيرة وهذه الخطيئة وهنا يبين الصحابي الجليل يروي الصحابي الجليل أبو هرير رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل أي وقع من فوقه متعمدا يفعل بنفسه ذلك من جبل من عمارة من بيت فهو في نار جهنم يترد فيها خالدا مخلدا أبدا إذن الجزاء من جنس العمل في يوم القيامة يفعل هذا الأمر ويرمي نفسه في جهنم والعياذ بالله الحذر كل الحذر أيها المسلم أيها المسلمة من قتل النفس من الانتحار مهما حدث لك من أمر من فقر من جوع من مشاكل احذر من هذه الأمور فالله هو الرزاق سبحانه وتعالى والله هو الذي يتولى الأنفس والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك فاحذر أن تتصرف هذا التصرف الذي يخالف بشريعة الله سبحانه وتعالى أيضا من تحس أي تجرع وشرب السم أو السم فقتل نفسه أي تعمد ذلك بتعاطي هذا الأمر المحرم فسمه في يده يوم القيامة يتعاطاه ويفعله ويتجرعه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا هذا عذاب عليم يجعل النفوس تخاف من القدوم على الانتحار من يعني قتل النفس من تجرع السم من أكل بعض الأدوية كما يفعل البعض الآن يأكلون أدوية كثيرة حتى يهلك نفسه وهذا أيضا لا يجوز كذلك من طعن نفسه بسلاح أو غيره فحديدته في يده يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا إنسان إذا طعن نفسه بسيف أو بحديدة أو بسلاح أو بمسدس أو بطلقة طلقة نارية كما يفعل الآن البعض أيضا فهذا يفعله يوم القيامة والعياذ بالله جزاء وفاقا والجزاء من جنس العمل لذلك فلنحذر عباد الله من الأنتحار من قتل النفس فلنعلم أنه كبير من كبار الذنوب والجزاء من جنس العمل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترعد بعد البخاري صح والقرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر